اكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين رسخت تجربة ثرية وملهمة في مجال الدبلوماسية انطلقت من المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها البحرين وفي مقدمتها تسامح والتعايش واحترام الآخر وقد أضاف أن الرؤية المستنيرة لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تشكل منهاج عمل للدبلوماسية البحرينية في دوائرها العربية والإقليمية والدولية جاء ذلك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين حيث أكد العسومي أن القواعد الراسخة التي انطلقت منها الدبلوماسية البحرينية ساهمت في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في كافة المحافل وأبرزت النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر